اشتركوا في القناة المتوقف جانبا في الوقت الحالي حتى تنهي تل ابيب حربها على حركة حمس الفلسطينية بخصوص مستجدات الحرب مع حركة حمس الفلسطينية اكد المتحدث في تصريح لموقع اسبريسا ان تل ابيب مستمر في انتزاع جذور الاراب ولن تغفر لهؤلاء الارابيين المجازر في حق المواطنين الاسرائيليين بحسب تعبيرها وتابع المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية بان تل ابيب لن تساعد من وصفهم بالارابيين من حماس في طموحهم معتبرا ان هذا الهجوم الذي شنته ضد اراضنا زاد من عزمنا لصدهم ولن نتوقف حتى نحقق ذلك ودعا الدبلوماسية الاسرائيلية الدول العربية الى دعم اسرائيل ضد الاراب ومختلف الدول التي تطمح حقا للسلامة في المنطقة الى ادانة الاعمال الارابية واشار بن ظهر الان حماس قامت بالاعتداء على الاطفال وقامت بمجازر بشعة في حق مواطنين الابرياء وهذا الامر يدفعنا للقضاء عليها حتى اخر لحظة مشيرا الى ان وجود سلام مع هؤلاء الاطراف الذين وصفهم بالارابيين امر غير ممكن فضلا على ان التبريرات التي قدموها للهجوم وهي تماما على حد قولها وفيما يتعلق بمواقف الدول العربية من حرب اكتوبر اجاب المتحدثاتها بان تل ابيب تركز في الوقت الحالي على موقفها الداخلية وايضا على مسألة ادارة الحرب وما يهمها خارجيا هو كسب الدعم ضد حربها على ما اعتبره ارهابا واضاف بن دورة ان تل ابيب ليس لها مشكلة في وجود دول تدعم الشعب الفلسطيني وفي الوقت نفسه تدين هجوم حماسة كما هو الحال لدى المملكة المغربية وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغارب المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة اكد خلال ترأسه اعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية حول الوضع في فلسطين تشبث المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسلام العادل والشامل المستند الى قرارات الشرعية الدولية باعتباره خيارا استراتيجيا لا محيد عنها وقال ان لحدات الدمية والمروعة التي انطلقت شرارتها يوم السبت السابع اكتوبر 2023 وما وكبها من عنف منقطع النظيرة يؤشر على ان المنطقة امام وضع غير مسبوقة قد يدخل الصراع في مرحلة لا يمكن التكهن بتداعيتها ويدكي تصاعد خطاب استئصالية ممنهج مريعا نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء